في أرض عانت من التجريف والتدمير أحيى الحاج محمد يوم الأرض بغرس شجرة الزيتون برفقة مشاركين من مختلف الأعمار نشاطون يقول الحاج إنه يعزز تمسكه بأرضه وثوابته حيث جاء ضمن فعالية نظمتها وزارة الزراعة بالقرب من السياج الأمني شرقي قطاع غزة والله هذه رسالة لكل العالم السواء الصهيونيين أو من يدعموهم إنه إحنا الأرض هذه متمسكين بها مهما يكون لكل فلسطين إلنا من البحر للنهر السواء الثمانية واربعين أو القدس أو غزة أو الضفة أو أي مكان آخر فلسطين يعني إلنا للفلسطينيين مش لحد خيرهم تعددت الفعاليات والأنشطة الشعبية التي أحيا فيها الفلسطينيون الذكرى السابعة والأربعين ليوم الأرض هنا في مخيم ملكة على حدود القطاع أقيم مهرجان مركزي دعت له القوى الوطنية والإسلامية دعت فيه الفلسطينيين للوحدة فلا خيار أمامهم سواها لمواجهة مخططات الاحتلال إحياء هذه الذكرى يؤكد وحدة الأرض ووحدة الشعب الفلسطيني في مجابهة الاحتلال والاستيطان لهذا مطلوب اليوم وحدة الحال الفلسطيني والاتفاق على استراتيجية سياسية وطنية موحدة وخاصة في ظل حكومة يمينية متطرفة ترتكب المجازر بحق الشعب الفلسطيني حضور لافط للمهرجان من شخصيات رسمية وشعبية مهرجان استمر ساعة وانطلق بعدها المشاركون إلى استياج الفاصلي تأكيدا منهم على أحقيتهم بالأرض تتزامن ذكرى يوم الأرض مع تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة بتوسيع الاستيطان ورهب الأرض وهدم المنازل اعتداءات لن تمنع الفلسطينيين من مواصلة نضالهم وكفاحهم ضد المحتل شرق شين تلفزيون سوريا قطاع غزة